بعدما كان من الركائز على مستوى العالم يشكو القطاع الزراعي في العراق اليوم انهياراً مأساوياً وصل إلى مرحلة تهديد الأمن الغذائي للمواطن وما يحدث في محافظة صلاح الدين وتحديداً في ناحية الإسحاق خير شاهد على هذا الانهيار نحن فلاحين ناحية الظلوعية على نهر الإعظام هذا نهر الإعظام صلاح الدين وديال الصوبة ينتفلح عليه هذا كل سنة كل سنة الحكومة تغدر بينه كل سنة تغدر بينه تخلي العالم ورمى الذب البذور والكيميائي وتوقع بالخسارة تسد عليها الميسقات وتنزلها وتخلى العالم هيتشتايها كل واحد هسته مطلوب له بالخمسين ستين مليون ماكو دعم على حكومة محاربة الفلاح هاي مو حكومة عمي والله قشمرة البلد هذا الحكومة إذن هي صورة قاتمة لقطاع زراعة في صلاح الدين ولسيما بعد قطع نهر العظيم وما تسبب بخسارة كبيرة للفلاحين بسبب عدم وجود أي دعم لهم مثل ما تشوفون هذا نهر العظيم قطعوا ببداية الموسم الزراعي كل سنة بهذا التوقيت يقطعون عننا المي وقت ما يبدأ الفلاح يهي أموره ويطش حبه بهذا التوقيت يقطعون المي الفلاحون أكدوا أنهم يعانون نقصاً في الأسمدة والمبيدات فضلاً عن معاناتهم المستمرة بسبب تأخر دف الحكومة لمستحقاتهم مشيرين إلا أن بعضهم بدأ ببيع مواشي بسبب ضائقتهم المالية خدمات للمزارعين ماكو الكيمياء والسنة لدي راجع الشعب الزراعية كل سنة ينطونا 40 كيلو للدونم الواحد من سماد الدائب السنة يجعلون خمس كيلوات يابا شنو يقولون ماكو بالمخازم على الدولة زراعة إذا ما تدعمها الدولة وتنطو مستحقات الفلاحين وتوفر لهم خدمات ما يقدرون يستمرون بالزراعة وها هي الزراعة في العراق عامة هو صلاح الدين خاصة فقدت دورها الرئيس في دعم الاقتصاد وراح ضحية سياسة إيران المائية وقطعها منابع المياه عن العراق رافضة المعاهدات الدولية بشأن تقاسم المياه والضرر وهو رفض عده مراقبون بأنه اغتيال متعمد للمنتج المحلي العراقي